موسيقى النهاردة لقاء طبي شديد الأهمية مع واحد من الأسماء الكبيرة القديرة اسمه ما شاء الله يعني مشرفنا في مصر وفي المنطقة العربية كلها أداء علمي راقي جداً وأسلوب كالعادة مميز للغاية مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري علاج الحاول ومراض الجفون ومجرى الدموع صاحب زمالة الكلية الملكية البريطانية وزمالة جامعة كاليفورنيا وزميل جامعية الحاول الأمريكية وزميل جامعية ورئيس قسم الحاول وعلاج الجفون بمستشفيات المغربي بدبي والمؤسس ومدير مراكز طبيبي لعلاج العيون بجمهورية مصر العربية نورتنا يا فندي وشرف جميل لنازل الزيارة قبل سفرك لدبي بالعكس والله ده سعيد يعني انت عرف ادي بحب مصر وحاسس ان الزيارة دي يعني خلتني احبها اكتر واكتر وانا ابيعيز ارجع يعني طبعا يعني احنا حتى كنا بالتكاليف قبل الانت يعني دايما يعني كنت دكتور أسامة وحنا في مقابلاتنا معاه يقولي ان نفسي ارجع عايش في مصر على طول انت سنين طويلة اتغربت على مصر حوالي تلاتين سنة او اكتر يعني تلاتين سنة من العمل في منطقة العربية منطقة العربية منطقة العربية طبعا دراستي في امريكا وفي اندلترا وفي حيثة امانية كتير بس يعني الشغل التدريبي وتعليمي وكل شغلي كان في المنطقة العربية وانا كده بيصعب عليها شوالي انه بيبقى نفسي يكون باخدم في مصر بقى سعيد جدا 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 في خدمة اما بيكون فعلا في مصر بأمانة ويكون مبسوط جدا وانا بيخدم العيان المصري ايا كان يعني هابتح الاول بأسباب الاصابة بالحاول اكتر سبب زي بحاجة زيارته في المقدمة انه هو معظمه وبيبقى خلقي يعني شخص الاسف الشديد تم اهماله وهو صغير وكبر بالحاول ده اول يعني هو مولود بالحاول ده اول وده انه موجود مع دول تقريبا تمانين في المية من الناس اللي بيجود يعني تمانين في المية من المرضى اللي عندي بيبقى عندهم حاول وهم صغيرين ونتيجة ان الاهل مثلا ده من العينين الجماج جدا عندي يعني ده هنتكلم عليه قصة كده اه اه على الشاشة اه 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 عنين روح له دلو اه اه مهمة جدا بالنسبة لانا عملت عليه مرة على فكرة بزي انتشن كامل اه اه فالاسباب قد خلقية خلقية بمعنى الناس كثيرا على فكرة تفهم كلمة خلقية انها وراسية دي مش كلا اه اول ما قلو خلقي يعني قلو يعني وراسة خلقي يعني مولود بيه وراسية هي وراسية لكن خلقية كونجينتال يعني اتولد عنده صقب في القلب اتولد بصباع زيادة فده خلقي يعني ربنا خلقه كده بس مش ورسه هو خلقه كده وراسية بالنذكرة هي وراسية موروسة عن مرض موروسة عن اب او الام او الجد فهو بيبقى الطفل او اتولد وهو كده ولم يتم علاجه في المراحل السنية الأولى من عمره والغاية ما كبر ووصل لأزين مرحلة أو لأزا الوضع اللي هو يعني بيبقى يعني حزين هو فيه بقى أمانة يعني يعني طبعا إحنا كلنا ما حك في حلقات قبل كده وقلنا لو هو تعالج و هو صغير الدينة بتبقى أحسن معاه لكن بل إيه بقى مره بظروف صعبة ما بين قدم الوظائف وماشتغلش لأنه طبعا الناس بترفضه يعني راح يقدم في رسابش يعني في استقبال فمش مولا حيوات هو محول يعني إنك لو حسابات ولا حاجة مدرية حاول يتطور في شغله ويترقى برضو وقف الحاول حايل قدامه تقدم لكم عروسة وترفض حب وما تحبش طبعا ده كتير مأسة كبيرة جدا فبيبقى جايلك وهو محمل بالهموم والحزن كده جواه وجاي يستنجد بيك يعني وخصوصا لو بنات كمان يعني بيجي لستيات وبنات ويعني مش عايز أقولك وتبقى الفرحة في عينهم قد إيه لما بقولهم ده إحنا ممكن نصلح وتبقى الدنيا كويسة وبتاع بيبقى سعدة جدا جدا أنا يعني من حوالي سنة كده قابلت موظفة كنت في المول وموظفة مصرية كده أمورها وكان كانت كبيرة شوية يعني وبعدين قلت له إنت عنديك حاول يعني ما عملتوش لي يعني الحاول بيتصلح فأنا فقيت حاولها كتير جدا أنني معرفش السرطة هتبقى ممهودة ولا لأ حوالها كانت كتير جدا يعني قلت له أنت بتعرفش أنه بتصوح قلت لأ أنا من زمان مولودة عندي الحاول كده وبابا وماما قالولي يعني مفيش علاج وكانت كبيرة وهو عمل لي إحراج يعني مش عارفت حتى تتعرف على حد عشان يعني تتشوف وينفع ولا ما ينفعش فبالتالي هي فكرة أنها تتعرف على حد أو حد يتكلمها كان حاجز بينها وبينها فتال لأ بيتعامل عمليات وممكن يعملك عمليات ويمكن كمان حصنا حظام إحنا كنا في الوقت ده بنأمل زي محاضرات كده على الهوى ويبقى مسموح لنا إن إحنا نجيب مرضى وإن نعملهم فورفري وبنعرفهم إن إحنا هننقل الكلام ده عبر الشاشات يعني اللي بتاع فما كانش تقدر تدفع لأن العملات عندنا غيران جالية شوية فجبناها وعملنا لها يمكن بعدها بشهرين جاوزت يعني قاعدت سنين طويلة يعني فكرة أنها تختلط عندها حاجز بينها وبينهم متخيلة إن خلاص يا حياتها وقفت على كده فلا الحاول طبعا مشكلة كبيرة جدا يعني أنا حاجز بتقول الناس الحلوة تسببون في البرنامج فالحاول جزء من عدم الحلاوة يعني لو أنا إذا كام من الناس الحلوة لا يبقى لازم أكون نعناه لتنين قلت ده أساسي جزء حاجز قلتو إن العملية بتعمل بتكلفة عالية في الدول العربية في دبي مثلا وده يخلي السيحة العلاجية في مصر يعني المفروض تزدهر في فترة الجاية ده مصر فتحت الحاجات دي وهتمت بيها بها فتحة السيحة مش مهتمين مش مهتمين يعني هي مفاتحة بس مش مهتمين السيحة العلاجية في مصر السيحة العلاجية طبعا في مصر عايز أقول لكم السيحة العلاجية في مصر عاملة زي مانجم ده بإحنا واخدين منه سبيكة وفي جوة يعني تلال طبعا طبعا أولا عندك الخبرات عندك الكفاءات عندك المستشفيات عندك مساحات والأجمل من كده عندك الاستشفى إن انت تقدر تودي الناس في حتة تتفسح وتشم هوا وتغير جوا ده العالم كله بقت الناس بتدور عليه أكثر من العملية يعني تقدر تعمل العملية وتروح تقعد في يعني أو المكان ببقى فقولك مكان على البحر أو في منتجة أو في النيل أو في النيل حتى أو كين كان فالاستشفى ده بقى يعني حاجة جميلة بعد العملية طبعا مصر فتا جزء مهم من الصباح القصة بقى بتاعت الشخص اللي حضرتك آه هو ده لو شفناه بقى ده سن كبير آه راجل كبير يظن الناس إنه مفيش علاج بالزبط آه ده كان قصته إيه أنا هو ده كان عمره حاجة و خمسين سنة أما نفسك اسمه كان ديفيد كان اسمه ديفيد هو إنجليزي آه ولقيته جايلي وفيه بيقول لي أنا آه أنا آه عايزك تعلجني يعني مقاليش أنا عندي حاول أولا أنا عايزك تعلجني فقالت له انت ما تعالكتش كل المدة دي كلها ليه فقاليه ما مكانش عندي حاجة فقالت له ما عندكش حاجة إزاي يعني انت الحاول ده ظهر عليك فجأة قال لي لا أنا كده من يومة ولدت بس أنا ما كانش عندي حاجة إنت ما اشتكتش خالص من زمان في الحاول يعني قال لي أنا زمان لقيت جفولي نازلة كده والناس كاي بتشاور علي كده فقلت بروح لأمي أقول لها الملاد الصغيرين بيشاوروا علي كده بيتنمروا علي بيتنمروا علي فأمه قالت له هو مين اللي في الشارع أنا فاكر الجملة بتاعته ممكن أقولها بالإنجليزي بعد كده هو مين اللي بقى ماشي في الشارع والناس بتبصله كتير في إنجلترا فقال لها كوين الملك قالت له أنت كوين فقال لي أنا من يومها وأنا عارف أن أنا كوين تخيل والله العظيم قال لي أنا أنا كوين فأنا من يومها أقناعت النفس أنا كوين وما كانش عندي أي مشكلة مع نفسي خلص أنا كينج الناس بتبصلي أه صح بس أنا كينج أنا ملك الناس بتبصلي وبقى هذه القناعة جواه فا اتعلمت منه قد إن انت ممكن تبقى عندك مشكلة مهما كانت حجمها بس انت من جواك ساتسفايد راضي يعني فمعندكش مشكلة فهي المشكلة مش برا المشكلة دايما بتبقى جواه فعلا يعني بس تعالج ما شاء الله اه تعالج بقى جميل جدا عملتله حملية الحول أنا مش متوقع إن هو يخف وخاف معاي مثلا hvor 24 ساعة عملنا العملية يوم الخميس يعني أنا بعدت للتأمين كنت متوقع التأمين ارفض لأنه كونجينيتان لтерес عبأت التأمين وفق له ما عرفش إزاي فجأت إن التأمين وفق له لأني كنت تظن إن التأمين هي رفض الأكلاب ده كله في دبي دبي اه التأمين بيرفض هو كونجيتان وأنا كنت إتقول له ان كونجينيتان التأمين بيرفض الحاجات الخلقية لان دي برا قبل التأمين هو يعليجها بس يعليجها على تخليفت على حسابه فانا بعدت للتأمين السبب ايه بيقيت عنده حاول ايه السبب وعنده لتخافي قلت له كون جينيتا لدي التأمين أبروفت بخالت عملت له الحاول يوم الخميس تمام طلقها تفضر عليه تاني هو بقى مستعجل هو مش مهتم خالص بالعلاج لا يخصه بشيء خالص هو عايز ياخد فت ويرجع شغله عايز ياخد فت ويرجع شغله عايز ياخد شغله بأي شكل بص انا عايز اسبوع كون راجع شغله كان كورونا وطلع برا المكان عشان يرجع المكان بيتحجر قبلها كان من سنة سنة شوية مش من زمان قوي يعني بتوع المصانع اللي هما الكلاسيكين فعملت له يوم الخميس طلقها تمر عليه في البتاع بلديته فاتحينيه ما عندهش عاي مشكلة عبل التاني دي زي الفل تمام طلقه خلاص خلصنا بقى نراح اسبوع وقال لي الاسبوع ايه انا عايز اخش ارجع الشغل انا متعطط وانا مش عارفة طب عايز نعمل ايه قال لي شوفلي الجفون وبيكلم لي منتهى لدوء قلت له طبعا انا حبعت للتأمين وانت لسه عامل دي ومعرفش عدوها لك ازاي فتسع وتسعين في المية حيرفضوا الجفون فحش ادفع الجفون الجفون عملية تجميلية 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 وخلقية اه خلقية بس هي في الاساس بيعتبروه عملية تجميلية تجميلية يوم هي انا مش تجميلية بس هو ما بقوله الجفون بقول لي تجميلية وهو اصلا انا كتب له انها خلقية مفيش سبب تاني اه 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 فالمهم الجفن مرتخي ده ععيب خلقي عندهو 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 فقلت له هنبعت فقال لي طب لو التأمين غالبا مش هيوافق فهتدفع كاش ثمانها غالية حوالي عشرين الف دلم نتكلم في مئة الف جنيه اه فرضوها تساع كاش قال لي ما عنديش مشكلة بهدوء خالص خلاص ماشي رحت بعت للتأمين انا عملت له عملية الخميسة الصبحية بعت للتأمين الخميسة على الساعة اثنين يوم السبت الصبحية لقيت الابروفر جاي ووافقين برضو والله ازاي دخلت عملت له عملية يوم الحد وانت هتلاقي حتى عنيه حمرة وجفونه عاليت اه يعني بتلاقي الحوال بتعمل الخلص في مين لسه حتى مسكتش ملحقش ملحقش يعني وفي خلال 48 ساعة والحوار ده بيروح بعد كم يوم بيخده لا بيخده ثلاث أسابيع بسنا ثلاث أسابيع وعداته انا برفع يعني بيصلح الحوال بيسيبه يهدى شوية ثلاث أربع أسابيع بيخش اعمل الجفون ما بيخشش كده بسرعة الدنيا مش طايرة يعني بس هو كان حالة استثنائية اللي عايز يرجع شغله وانا ماشي وراه وانا متوقع ان احنا مش هنكمل اه فعملنا له الجفون وعملنا له الرافع الحوال وصلحنا له الدنيا كده طبعا لمعنى هي تبقى شكلها جميل جدا ورجع شغله فعلا بعد أربعة أيام وكان هو مرة بيجي كله مرة بيجي ليكش فيها كان عنده كمية هدوء يعني غريبة جدا يعني يعني هو مش عارفاك بتعرف رسكتلينين انت حسوا معصبيين وكده انا مش بتكلم على شخص طفه التعي يعني مش فبعد ما خلصت العملية حتى قلتلو انت مش حسس بفرق جبير قال لي والله يعني شوية في شوية تغيير طب الحمد لله انت حزين شوية تغيير يعني طب الملاد بيجي يقولولك انا اللي بعطلو مصورة واللساء هيرد علي قلت له بعدها باسبوع جالي تاني في المراجعة قال لي ولا قلت بقيت مبسوطين جدا قال لي بابا احنا ما كناش نعرف ان اندي في شكل تاني لك يعني كدو ابتدى يحس ان في شوية تغيير يعني مرامل التغيير لو شوفنا نصوره بعد كده قد نجبر يعني فانا كان تعلمت منو حاجاتك تجيرة صراحة او يعني في قدني كتير دايماً لما ببسط صوره بفتكر قدية ان انت ممكن تبقى كوين حتى لو عندك كل مشاكل الدنيا ده حقيق يعني دي سيكولوجيا مهمة جدا قصة ممتعة جدا 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 انت فسحت الاندرو انت خلتنا نذهب في نزهة مع اندرو عبر ارواقة المصانع وعبر ارواقة العيادات وانه في الاخر برضو حاجة مهمة او ناس تستفهمها كده شوفوا بصوا يا جماعة فمصر هنا بتعمل عمليات ببلاش في مستشفات الجامعية طبعا طبعا يعني حاجة بصراحة نفتخر بيها جدا مصر بتقدم والله بتقدم يعني على قد ما بيقدروا ربنا يعني مصر فيها منظومة تأمين الصحي اوسع بكتير ربنا سهل اه يعني هي هو الامل ان شاء الله في ربنا سهل منظومة تأمين الصحي الحاول في الكبار ناس فهم انه بيتعالج اه لا كتير جدا بيجي لي بيبقى متخلين ان الحاول ده ما بيتعالجش هي مشكلتنا دايما مع الحاول هي ناس الكبار زي الصغيرين انهم متخلين ان هو تجبيد انه داخل اخلي شكله احلى يعني زي اللي حتى اللي عملتله عملية يعني احنا دايما الفكرة كلها احنا كلمنا قبل كده في الاطفال قلنا ان انت عشان نستخدم منظومة النظر لازم يكون النظر هنا كويس ونظر هنا كويس وعدلين الجزء التاني يعني انا كل الدكاتر اللي معايا في المستشفى بيركزوا او بيشتغلوا على جزء الدخلي المية البيضة الشبكية الليزك فميصلحوا النظر انا بقى بتكمل العفشة بتاعت الاين انا خلى الزبط الزاوية يعني ساعة واحد يقولي اصباط لزواية بتاعت الاين فان فأزبط الزبط بتاعت الاين فان اصباط الزاواية بتاعت الاين فان احنا لازم نفاهمين ان النظر مش 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 هو نظر لا النظر عبارة عن نظر والاثنين ادلين لما نحط الاثنين على بعض كده نوصل لمنظومة نظر ممتازة وكويسة جد طب لو النظر كويس والاثنين معوجين يعني فيه حاول زي الشخص ده كده يعني وبصص بأنين مين كويسة لأن الشمال محولة لا كده فيه خلخلة ده بيستخدم عين واحدة 50% من بصره رايح لأن المحولة دي رايح على الباب ودي رايح علي فده لما أنا عملت له عملية اللي هي الصورة اللي جنبها لو قبله وبعد أنا مش خليت شكله حلو أنا خليته يستخدم عيني لاثنين مع بعض قد لا يكون بنفس الكفاءة اللي هي لو أنا عملته له هو زمان بس ما زال لما بعدلها له زي كالشاف العربية لما بعدله بيستخدم عيني لاثنين كويسين مع بعض فبالتالي أشخاص الكبار بالذات لما بيجولي بيبعا عندهم مفهوم إنه هو كبر ومنفعش يامل العملية مش هستفيد حاجة منها وإنها تجميد وهتفيده في إيه وكده يعني ده بعض الأشخاص طبعا لما بيش بيدوروا على يعني يعني لسه عايشين في الجود هون خايفين من الجراحة خايفين من كلام ده لا طبعا بنأكد إن الحاول لما بعدله لما بيصلح العينتين بيستخدم مع بعض لا بيكتسب قوة بصرية كويسة بيضيف له برجع له خمسين في المية من ربنا بيدهوله لو ما مطنشه أو سايبه إلى جانب إن أنا بحسله مجال الرؤية يعني لما بيسوق حتى بيشوف يمينه شبال أحسن هو بعين واحدة في جزء ضرب منه هنا وجزء ضرب منه هنا إلى جانب إنه هو بعد ما بيتامل عملية الحاول والنظر بيتحسن والدنيا بتبقى أحسن معاه طبعا ثقته بنفسه التعامله في المجتمع أداؤه في المجتمع بيبقى أحسن بكتير جدا والدنيا كلها بتفرق معاه كتير جدا كم سؤال مهمين يعني سؤال الأول إحنا في حلقة الحاول عند الأطفال اللي عملناها في بنامج الدكتور نفسي سنترجع لها وتتذكرها كويس عشان تكمل المجموعة يعني قلنا إنه يمكن علاج الحاول في بعض الحالات بالنظار هل في الكبار؟ لا في الكبار معظم الحالات خلاص عدينا من الحالة النظار النظارة تبقى موجودة في الأطفال بس لأنه بقى في نوع من المرونة عند الأطفال إنه لما لبسه النظارة الحاول يتصلح للأسف الشديد لما بنوصل للكبار حتى لو كان فيه عيب نظر النظارة في الآخر عشان يشوف بها أحسن بس اليوم كنت صلح الحاول فإحنا في الكبار الحاول كله يعني زي دي مثلا ده بتسميه حاول رأسي يعني إن طرع الفوق يعني الصورة اللي فوق دي فيه عين اليمين وإحنا تفقنا بلكده أن احنا بنبص على نعكاس النور حنلاقي النور في الآين اليمين في النص في الآين الشمال تقريبا مش باين خالص لو نبصينا على الصورة اللي تحتها حنلاقي النور هنا في النص والنور هنا في النص فإحنا نزلنا الآين دي لتحت فإذا برضو لازم نفهمين إن الحاول مش معناته إنه هو عن فتاح الأسر يعني طرع البرة بس أو واحد اللي دخل جوه بس لا ده فيه حاكس محاول رأسي يعني طرع الفوق فأي انفصال للآنتين عن بعض هو شكل من أشكال الحاول بنسميه إما رأسي فوق أو تحت أو داخلي أو أنسي أو خارجي اللي هو وحشي يعني فيه على الإنترنت فيه تمارين بتوجد على الإنترنت لعلاج الحاول هل دي وقعية؟ يعني التمارين كان هما في الخمسينات الأوروبيين مغرمين بالأبحاث والحاجات دا يعني عملوا شوية أجهزة كده وقالوا إن الحاجات دي ممكن تساعد في علاج الحاول بس للأمانة أنا من خلال خبرت مفيش حاجة لغاية دلوقتي من الحاجات دي لها أي علاج في دور العاجر يعني هو العاجر حاول في الكبار أول ما بيجي لي والكبار دا على فكرة أنا بقصد به من أول 16 سنة وانت طالع أو 17 سنة وانت طالع 17 سنة وانت طالع كلهم جراحة عن أطول جراحة عن أطول هل بعد العملية ممكن يحاول رجع تاني؟ لا خالص لو تصلح يعني أنا دايما بشيبها لو واحد دي معوجة ودكتور عدلها له كويس إيه 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 إذا كانتش مظبوطة من الأول لو من الأول أنا أول ما خلصت في خلال الشهر الأولاني لسه فاضل حاجة أو الحاول من الأخبط يبقى في الحالة دي لسه العيد موجود من الأول كلهم نظهر بعد سلط الشغول لأنه ما تصلحش كويس من الأول لكن لو تصلح بقى كويس زي ما أنت فأنا اللي بيسوق الحاول أو اللي بيصلح الحاول بعد دايما نقول اللي بيكمل شغلي بعد العملية هو المخ مش أنا أنا مش بربط لأنتين أنا بخليهم في الحتة اللي المخ يستخدمهم فيها خلينا نشبهها دايما نحن بنشبهها بالقطر والقضيب العجل بتاع القضر نفسه عمره ما بيكون متساوي هو ماشي بس القضيب هو اللي بيقعد ويزبط الدنيا بس هو في الآخر بيخلي الدنيا ماشية اللي حد تبدو أنها خط مستقيم كلما يجي يفرت هو يعدله كلما يجي يفرت العجل لأنه مش رابط في حاجة نفس الحكاية لأنتين لما اللي بيحطهم في الحتة اللي هي المخ يعرف السخدمة فيها هو اللي بيحافظ عليهم بعد كده فالحاول ما بيرجعش طالما أنت زابط حدثها في الحتة اللي المخ يعرف يسيطر عليها المنطقة المخ التي تتحكم في العنتين مع بعض في الحركة المصاحبة المصاحبة اللي هي إيريا تمانية في منطقة في المخ اسمها إيريا تمانية دي بتاعة حركة العنتين مع بعض المخ له مناطق احب أكلمكم عنها في مرة كده في الأشياء وإحنا بنتكلم عن حاجة اسمها القشرة المخية دي في كل حاجة في الطب دي أم حاجة شرفت ونورت وأبدعتك العنى نور مصر سعيد إن احنا ببعض مع حضرتك شرف فينا وسعادة كبيرة ويا رب تقول الناس كلها حلوة الناس كلها حلوة كانت من أحلى الناس ضيف العزيزة القمة الأمال الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحكيم استشاري علاج الحاول وعلاج مشاكل الجفور ومجرى الدموع وصبعا زمالة صاحب زمالة الكلية الملكية البريطانية كانت طيفية في واحدة من حلقتنا الممتع في الناس الحدوة حلوة ممتع في الناس الحدوة حلوة ممتع في الناس الحدوة